عشان عايز قبل ما اختم ليل بعد مباراة دريمز تحديدا مش بس مباراة دريمز الفترة اللي فاتت شكبالا بدأ فيه أصوات تنطقت شكبالا تعرف شكبالا ده هو معشوق جميلية طبعا بس بدأ فيه أصوات تطلع تنطقت شكبالا عشان شكبالا اسم كبير زي ما انت قلت شكبالا الجمهور بيستنى هو اللي يشيل الفرقة مش الفرقة اللي تشيله وخصوصا ان النهاردة شكبالا لما لعب كان في وقت النهاردة بعض النجوم يعني زيزو لما بيبقى موجود مع شكبالا بيشيل شوي فاتوح نفس القصة عمر بيبقى موجود نفس القصة عبدالله نفسك الناصر مع نفس القصة بيشيله مع شكبالا النهاردة لما كل دول ما بيقوش موجودين فشكبالا مطالب ان هو يشيل الفريق فعشان كده الناس النهاردة لو شكبالا ما شلش الفريق وجاي من فترة اصابة او فترة تعب او الكلام ده كله يبتدي الطبيعي زي ما انا بشيت بشكبالا طبيعا انا حنتقد شكبالا بس النهاردة ماينفعش ان اجا اقول شكبالا كفاية لأ الشكبالا من اسبوعين كان هو شكبالا والنهاردة بعد اسبوعين كفاية لأ مش التوقيت اللي انا اقدر ان اقول فيه لو هو المستوى قليل اكتر من مباراة ساعتها تقدر تقول كفاية طبعا انا نسا كنت بقول شكبالا اهم العدد الفريق لكن المباراة اللي عابلها كان حلوة المباراة دي مش كواس باخراصي بطر عشان كده لكن انا بقول لك مباراة دريمز اللي في غانا هتبقى اسهل من اللي هنا اسهل اسهل ليه لانك انت طريقة اللعبة بالكامل هتختلف الملعب هتبقى مفتوح النهاردة هيبقى عندك فيه لعبة هترجع لك زي فتوح وزيزو وعمر جابر اللعبة دي ان شاء الله تبقى موجودة معاك هتدعم الفريق بشكل كبير في المباراة اللي هناك فانت متفائل ان شاء الله انا متفائل انزمك يقدر ويعدي المباراة دي ان شاء الله كابتا الحمد انت حي شرفت ونورت الحوار معاك كممتع جدا انا اللي كنت سعيد معاك يا كريم وربنا وفاكو ان شاء الله ومن تقدم لتقدم ان شاء الله شكرا كابتا الحمد شكرا جزيلا